ترجمة نانسي قنقر الصورة القرآنية المناسبة لك هي صورة التكاثر أنت إنسانة اجتماعية حساسة غامضة متقلبة المزاج عنفوانية سريعة الغضب تتقنين عملك وتبدعين فيه تعشقين الصفر والرحلات كتومة للأسرار سخية وكريمة تحملين ثلاث عناصر في اسمك عنصر الهواء وعنصر الطراب وعنصر الماء ذات شخصية قوية ولديك القدرة على فرض آراءك على الآخرين تواجهك بعض النحوسات والعراقيل بالعمل والزواج عاطفيا تعانين من الكثير من المشاكل تجعلك غير مستقرة عاطفيا وقد تتعرضين للعديد من الاستغلال يحالفك الحظ في تحقيق العديد من الطموحات لكنك تتحملين مسؤولية صعبة وتواجهين أزمة صحية دائمة السعي لإسعاد الآخرين تملكين حرف المال في اسمك وإن شاء الله تعيشين حياة مادية جيدة والله أعلم والله الموفق